لقيت أنه حدق لعيب شطرنج لعيب شطرنج وتعرف باسم وفرق يعني اه انا عرضت حياتي انا على فكرة دخلت الصحافة اصلا عن طريق شطرنج لا انا احكي لحدي الحكاية دي بقى ايه الساس فتح غانم الحديب الكبير طبعا انا كنا بنلعب مع بعض الفريق واحد وفي نادي الجزيرة ايه ايه و انا كنت غوي كتابة وغوي حاجات فكنت تديله مثلا قصص حاجات بكتابة وكتب وفي يوم احنا عاديين اه في التدريب قال لي اه تحب تشاهد فروزة اليوسف تجييني يعمل اه اه صفحة شطرنج فوقت له طبعا انا كان حلم حياتي ان انا اشتغل فروزة اليوسف اه وكنت بجيب مجلة فروزة اليوسف وانا صغير عشان كان فيها صفحة شطرنج اصلا اوكي فدخلت فروزة اليوسف عن طريق اللي وكنت بعمل صفحة اسبوعية اسمع عشان شطرنج عدتي يعني سلاتين وشوية يمكن او ثلاث سنين استاذ محمود التوامي طبعا وانا بشتغل طبعا يعني وانا بعمل الصفحة كمان ايه اعرفت على استاذ محمد عتمان باكر رئيس لا يديله الصحة اه طبعا رئيس قسم الفن ابو اتقيلة ايوة طبعا وعرضت عليه بعض الموضوعات وبعض الحاجات فبدت اشتغل في الفن وكان استاذ محمد بغدادي مسك الثقافة ايوة فأعرضت عليه حاجات في الأدب فبيت هنشر هنا وهنا وهنا فبدأت الحكاية يعني تمشي لكن المدخل الأساسي وكنت في انتخب يعني مصر وبلعب في الفرق يعني فريق جزيرة كان فريق قوي جدا وقتها بس جيت في فترة كان لازم اختار ما بين الصحافة او الشطرنج لانه الشطرنج عايزة افرغ كامل الصحافة كسبت الصحافة كسبت فبطلت بقى امكان اتناشر سنة كنت لو لقيت اتنين بيلعبوا شطرنج يقامشي الناحة التانية عشان مرجعش تاني لو هروح هقعد اه عشان هتابع بقى كده هخش الدور اللي بعده بالزبط بس بعد كده بقى لما الأمور استقارت يعني بعد قدر ينظم وقته ينظم يعني تركيزه بحيث اللي مفيش حاجة تستغرقه تخطفه يعني فرجعت بقى يعني يعني ألعب على خفيف مثلا في البطولة الجمهورية في الدوري العام في دوري طبعا كنت انا وباسم في فريق واحد لغاية سنتين فاتوا في فريق شرقية في مصر هايل كنا بناخد الدوري المصري وناخد الدوري الألماني برضو معنا نفس الوقت نفس الوقت